اشتركوا في القناة او بالقصح من يوم ما كتبنا كتبنا ومن اول عيد ميلاد ليا جه واحنا مع بعض واحنا لازم نحتفل باعياد ميلادنا وبنعتبرها مناسبة لطيفة ان احنا نتكلم حلو مع بعض ونخرج لو سمحت الميزانية نجيب هدايا لبعض غالية رخيصة مش مشكلة سنة بتبقى حاجة فانسي سنة بتبقى حاجة بسيطة سنة ما بيبقاش في هدايا اصلا وفي كل مرة سواء في عيد ميلادي او عيد ميلاد جوزي او عيد ميلاد ولادي او عيد ميلاد بابايا او مامتي لما تيجي سيرة اعياد الميلاد بفتكر ان احنا لسنين طويلة جدا ما كناش بنحتفل باعياد الميلاد في بيتنا لان كان فيه شخص في حياة والدي مسيطر قوي ومشكل حياتنا تشكيل كبير قوي واقناعوا ان الاحتفال باعياد الميلاد ده شيء حرام وان احنا كمسلمين ملناش غير هما عيدين فقط وان احنا ما ينفعش ان احنا نحتفل باعياد تانية وانا يعني شوفه كنت صغيرة ومع ذلك كنت بتكلم وبقول احنا مش بنعمل ده احتفال ديني ده مش احتفال ديني ده احتفال بعيد ميلادي يعني حاجة حاجة دنيوية مش دينية وايه المشكلة ان احنا نحتفل باعياد ميلاد بعد ماما وجدتي وخلاتي وجدي كانوا بيعملوا لنا حاجة بسيطة في اليوم اللي احنا كنا بنروح لهم فيه يعني مش لازم يوم العيد ميلاد بالضبط لما كنا بنروح لهم كل يوم خميس فكان يبقى فيه كيكا ويغطوها بالشوكولاتة ونحط فيها شمع انا فاكرة في سنة من السنين ما كانش فيه شمع رفيع بتاع عيد الميلاد فتيتة وخلاتي حطولي شمع من الشمع الكبير اللي بنولعه لما الكهرباء تقطع لما النور يقطع فبقت الكيكا التورتاية اللي بتغطيها بالشوكولاتة وفيها شمعت خينة قد كده وبنقول happy birthday to you وبنغني وبنتكلم وبناكل وبنتحك وبيبقى وقت لطيف زي ما النهاردة احنا مش عاملين احتفال كبير ولا حاجة هنروح مكان لطيف نقعد فيه نضحك نجيب الولاد نتكلم عن ذكرياتنا في عياد الميلاد والحاجات دي ونعيد نفس القصص مرة ومرة 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 ومفيش مشكلة لكن ده يعني اللي انا هقوله لكم ده حاجة كمان بحاول علمها لولادي لما حد يقول لك حاجة لازم تشغل مخك ولازم تفكر انا وانا صغيرة وهذا الشخص اللي هو مفروض مقامه كبير قوي قوي في عيالتنا مع ان هو مش قاربنا ولا حاجة يعني وقال حاجة انا وقفت وسألته وقلت له ليه ده مش احتفال ديني احنا ما بنحتفلش باعياد ديانة تانية ما بنحتفلش باعياد ناس وسانيين دي مجرد اعياد ميلادنا بنا وبين بعض خصوصا في الوقت ده وانا كنت باحضر حفلات اعياد ميلاد صاحباتي فعادي جدا كنا بنروح ونتجمع ونعمل لها وتلاقي مامهاتهم عاملالهم طرات عاملالهم حاجات وكانت دايما شاي بلبن طبعا راحت الموضة دي بس كان دايما يبقى فيه شاي بلبن وكنت بحس ان وقت حلو وانه هو دليل على ما كانت هذه البنت او هذا الولد في عيلته جوزي مثلا بيكلمني على الحفلات اعياد الميلاد اللي كانت بتعملها له مامته وكانت هي بتعمل الترات وهي كانت ست شطر قوي 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 الله يرحمها فكانت بتعمل الترات وبتعمل الحاجات وهو يعني مبسوط ان صحابه جينله زي ما هو جاب لهم هدايا في عياد ميلادهم هم كمان جابوله وبيبقى تجمع حلو للكبار والصغيرين ووقت لطيف ولكن لان احنا بناخد الامور بتنشانة كده ورجدتي وزي ما بقول لكم يعني كأننا بنروج الكرة بنروج الكآبة بنروج الجو المش لطيف ليه؟ فيه كمان ممكن يكون نابع من البخل لان عيد ميلاد معناه في تكاليف علشان كده احنا في قسرتي كل عيد ميلاد بظروفه احيانا بتبقى الظروف حلوة ان احنا نعمل احتفال حلو بالعيد الميلاد نروح في حتة فانسي نعمل حاجة لما كانوا الولاد صغيرين كنت بعمل لهم عيد ميلاد في مكان ونعزم اصحابهم سواء اللي في الفصل او اللي في التدريب الرياضي اللي هما بيعملوه وكانت بتبقى حاجة ظريفة فيه سنوات ما عملناش يعني الميزانية لم تسمح عادي ايه المشكلة بس اهم حاجة انها تبقى فرصة ان احنا نفتكر بعض طيب فيه ستات تقولك جوزي مش رومانسي جوزي ما بيفتكرش الحاجات دي مهم ليه ما بيفتكروش الحاجات دي لان احنا بنطلبهم ان هو يبقى عبق انا احيان كتير انا بجهز احنا هنحتفل بعيد ميلادي انا ازاي يعني مفروض ان انا اسيبها بقى لجوزي وولادي ويعملولي حاجة لطيفة لكن مثلا في السنة دي مفتكروش او 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 عندهم مجهولين دراسة وشغل وحاجات زي كده عادي انا اللي بعمل الحجز وانا اللي بعمل الحاجات وحتى كمان جوزي بيسألني عايزة اجيبلك ايه هدية اقول له انا عايزة كذا 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 فيه احيانا انا اللي بنزل اجيب لنفسي هدية فيها اوقات تانية بيبقى في الموضوع الرومانسي اكتر وبيبقى فيه تفكير اكتر وحكذا بس لانا اقصد ان احنا ما نكلكعش الامور حتى لو هو ما افتكرش انا في مرة من المرات قلت له على فكرة انا عزماك على عيد ميلادي بقلي نعم مفروض انا اللي عمالي قلت له لا ما فيش مشاكل انا عملت ترتيبات واستعدادات معينة وانا اللي عزماك على عيد ميلادي وخدناها بدحك وبهزار وبلطافة وخلاص افتكرت كمان دلوقتي وانا بكلمكم حاجة حاجة ظريفة قوي صديق الاسرة ده اللي كان مصور لنا ان الاحتفال بالاعياد الميلاد والاعياد الوطنية والحاجات دي ده حاجة يعني شرك واسم وحاجة حتدمر حياتنا لما ولاده كبره وتجوزه وبقى عندهم احفاد وبقى عنده احفاد بقى بيحتفلوا بعياد الميلاد اللي كان مش حلال في فترة من الفترات بقى حلال وكويس في فترة تانية وفي ظروف تانية والناس تانية كمان كان ممكن يروحوا مولد السيد النبوي في طنطة وانا رحت معاهم وكلنا الحاجات والمشبك والحاجات دي وحب العزيز اول واخر مرة في حياتي كلت حب العزيز وطبعا كان فيه دايما بيبقى احتفال بالمولد النبوي ونروح عندهم ويبقى فيه رز بالابن وحاجات ومحتاجات وحاجات زي كده طب ماهو ده عيد ميلاد وده عيد ميلاد يعني اه حنقول ان ده شيخ مثلا والناس بتحبه او زي ما بيقولوا والي من اولياء الله الصالحين والكلام ده طب ماهو جوزي مهم بالنسبالي ما بابايا مهم بالنسبالي ماولادي مهمين بالنسبالي ليه ما احتفلش بيهم فاحنا اللي بنضيق على نفسنا قوي ولما نقول هو النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بعيد ميلاد قبل كده احنا بنستنب اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي عمله بنحاول ان احنا نعمله لكن فيه حاجات كتير قوي ما كانتش موجودة على اوقاتهم ولا كانت موجودة في عصرهم ولا كانت موجودة في المنطقة اللي هم فيها فلازم نفكر ونسأل نفسنا ليه في فيديو تاني قبل كده كنت بتكلم على اللي هو الفايف وايز اللي هو الخمسة ليه واي دابليو اتش او واي يعني لماذا لما يقابلنا موقف نسأل سؤال اولاني بلماذا ليه ده بيحصل عشان كذا 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 ليه حنلاقينا بناخد الاجابة لمستوى اعمق شوية عشان كذا 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 ليه تالت مرة نفنط الاجابة اكتر ونوضح الاجابة اكتر ليه علشان كذا 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 وطبعا لما انا اكتر من مرة ذكرت اتقال لي يا ايوه الذين امانوا لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوقكم ثانية واحدة كل آية من آيات القرآن كان لها سبب نزول سبب نزول الآية ما ينفعش ابني يجيلي يسألني سؤال عبيد مثلا زي ماما ليه الشجر لونه اخضر ليه مش لونه احمر ليه مش لونه ازرع مثلا واقول له ما تسألش غلط ما ينفعش احنا كده بنربي حمير حتى والله العظيم احنا كده ظلمين الحمار انا الحمار ده انا بحبه قوي 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 لانه حمول وخدوم وبيشتغل وصبور مشكلته بس الوحيدة انه صوته وحش لما ايه يولادنا يسألونا نتنرفس كده ونتدايق وما تسألناش والناس التانية برضو بتمنعنا ان احنا نسأل السؤال مش حرام السؤال مش عيب ان احنا نسأل ليه ايه السبب احيانا بتبقى الاجابة متوفرة احيانا الاجابة ما بتبقاش متوفرة لما ما يبقاش الاجابة متوفرة ندعبس وندور ونعرف ليه ده لما ابني يسألني ليه الشجر لونه اخضر سي مثلا انا عمري ما درست الساينس ولا بحب الساينس ولا اعرف الكلوروفيل ولا اعرف التمثيل الضوئي ولا خدت المدارس او تعليمي محدود او الكلام ده كله افتحي السيل فون بتاعك وكتبي في السيرش اللي انتي بتعمليه لماذا يكون لون الاوراق الشجر اخضر او خضراء هتلاقي الاجابة طلعالك عشان هي فيها مادة اسمها كلوروفيل لونها اخضر والمادة دي بتستخدم في التمثيل الضوئي الشجرة بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الهواء وتدي اكسوجين ولو سألنا ابننا او سألنا حد سؤال واحنا مش عارفين الاجابة طيب سيبني اضعبس ولاقيلك الاجابة كتير جدا جدا ولادي بيسألوني يقول له مش عارفة خليني ادور واشوف ممكن ييجي بعد شوية يقول لي خلاص يا ماما انا دورت وخلاص عرفت الاجابة اقول له طب هي ايه الاجابة عرفني علمني فمناسبة النهاردة اللي هو عيد ميلاد جوزي وده خلاني اديت لنفسي كارت بلانش مع انه يوم الجمعة بحب اروأ شوية وظبط قلت مش هعمل اي حاجة مش هعمل اي حاجة عملت شوية حاجات بسيطة ودلوقتي كمان عشان فيروس كورونا والكلام ده اغلب الاشغال بنشتغل خلاص فيه اشغال كتيرة جدا جدا يعني من يومين رحت المكتب بتاعنا ملقيتش حد بسأل السكورتيرا بقوله ايه ده او ملفين الناس فبتقول لي لا ما عادش حد بييجي تقريبا خايفين من الفيروس وحاجات زي كده تدخل المحلات صديقة من صديقاتي دخلت محل جبير هنا هو بتقول لي المحل فاضي كل مرة بروح بيبقى زحمة محل اكل وكمان بتاع صديين فقالتلي ما فيش حد بس المولات هي اللي لسه بقت هي اللي زحمة وده ده مستغرباله قوي يعني احنا ما نروحش الشغل ما نروحش المحلات ونشتري الحاجات انلاين ومع ذلك نروح المول ونروح السينيما فالبني قدمين دول عجيبين خالص ان الواحد يفهمهم فانا هقول لكم دلوقتي اربار اشوفكم على خير يمكن اصور لكم كده من هنا ومن هنا في اليوم اهم حاجة كمان انا مبارح واول مبارح كنت بتعافة من رجلي المجزوع فالحمد لله الحمد لله رجلي كويسة خالص فاشان كده قررت ان انا حلبس جاز ما جاز ما كدش ما سنيكر ما ما يقلمهاش خالص عشان ايه يعني القلم ده حاجة مش مش لطيفة خالص يمكن اشوفكم بعد شوية فعلا بيقول القط ما يحبش غير خناءه هو مش كده كلنا بيحب اللي بيشاكسنا وبيلعب معانا ما تتخنقوش كلها شوية وهتطبخوا كلكم وهتتاكلوا كلكم احلى حاجة في الصور انها بتمكننا ان احنا نحتفظ بالذكريات الحلوة بالايام الجميلة باللحظات اللي تحكنا فيها اللي شعرنا فيها بسعادة وعمرة مستعادة بتبقى مستمرة على طول بتبقى مجرد لحظات ولازم نستعمتع بيها ولازم نشوف الجمال في اي حاجة حتى في التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة